شوف رأيي هنا سيد محمد انت كنت معي في حلقة السابقة ونفيت وقلت الاتحاد البرلماني الدولي نفسه بعت وقال انه انا محمد انور ما بعت لناش حاج بس في خطابة هوا انا شايفينه على الشاشة بيقولوا ان انت بتبعت لهم وده الخطاب ده هو اللي غير الموازين يعني انا فيه ناس حتى وانا بسألهم قالوا يا جماعة قالوا احنا اول ما شوفنا الخطاب ده قلنا لا احنا لازم اه نتخلى عن محمد انور السادات حتى اللي كانوا يؤيدونك للاسف للاسف ما هو برضو لما يبقى فيه ناس يعني عايزة باي شكل اه انها تصور صورة غير حقيقية خلي بال حضرتك الخطاب الاولاني اللي جه من الاتحاد البرلماني الدولي انا اللي بعدت لهم وقلت لهم يا جماعة لو سمحتوا في دوني ده الجواب الاولاني اذا كان صدر مني اي شكوى لكم ليه لان اللي كان بيتقالي الاول اه ان انا يعني ارسلت شكوى لاتحاد البرلماني الدولي اه ودي كانت ادعاء انا تم اتهمي بيه من رئيس المجلس في التحقيق وفي لجنة القياه اه وبعدين بقى لما جبت الجواب غيروا النغمة وبدأت نقول ايه بيانات خلي بالك طيب رد خليكم اه ردوا وقالوا لم يحدث ان في اي شكوى اه بس هنا في خطاب تاني اه هو الجواب اه هو اللي انعرضه بيقوله غير الموازين ومفاجئة اه انا عايز نقرأ الجواب كويس ايه الحكاية اه ان الرسائل التي وردت من مكتب السيد النائب والمشار اليها في الايميل المرسل ايوا وبارادة منفردة ايوا وارسلت للاتحاد من جانب واحد بواسطة السيد المذكور يومي 21 و 25 اغسطس 1 سبتمبر 11 و 5 و 16 اكتوبر ايوا ايوا هو الجواب ده استخدموه يعني انا مع تقديري لسيد النائب برضو لعب يعني اقرأ كويس الترجمة الرسمية اهيه اقرأ كويس يقولك ايه هم بقى استخدموا ده وكأن انا ده عبارة عن بيانات صحفية ف ومزالت مستمرة لاي اه بيانات بتصدر مني تعليق على مواقف هو نفسهم هنا بيقوله يعني بص خليها نقرأ الكلام اللي مكتوب اود ده بيكلم الامين العام عندنا اه بيقوله اود ده انا اشكرك على خطابك المؤرخ بتاريخ اليوم ده في 22 فبراير بعد ما انا ادت لهم الجواب الاولان والذي علمت بمحتوى قبل وصول الخطاب يعني الاتصالات تليفونية شغالة خلي بالها اه علمت بمحتوى قبل وصول الخطاب ما هو عايز يجيب لك اي حاجة لقد استفسرت خلي بال حضرتك بقى اه ده الامين عام الانتحاد البرلمان الدول استفسرت من زملائي وتلقيت منهم التأكيد بان احدهم لم يطلب معلومات خلي بالك بقى اه لم يطلب معلومات من السيد محمد انور السادات او تراصل معه لحد طلب ولا بيتراصل معايا بخلاف رسالة واحدة بالبريد اللي انا بعتها لهم يوم 21 فبراير اللي بقولهم يا جماعة هو انا قدمتلكو شكوى مم للسؤال عن اذا كان قد قدم شكوى رسمية لدى اتحاد البرلمان الدولي وبعدين بيقولي بقى وجميع الرسائل خلي بالحضرتك الرسائل التي تم تلقيها من مكتبه كما اشرت في خطابك قد تم ارسالها لنا طوعية يعني هو بيبعد انا يعني ببعد اللي ايه عبارة عن بيانات صحفية اه طوعية ومن طرف واحد يعني مفيش مفيش تعامل بواسطة الشخص المذكور بتواريخ كذا وكذا ولقد تلقى اتحاد البرلمان الدولي هذه الرسائل ليه لكونوا على قائمة لعنوين البريد الالكتروني التي يستخدمها مكتب العدو المذكور يا جماعة دي بيانات صحفية بتروح لده طب اه يا استاذ من جود على صفحتي وعلى مدونتي بالعربي وبالانجليزي ما هي دي المصيبة ما ما كنتش تبعث يا استاذ من جود يا سيدي الفاضل لا انت بتقابل هل 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 شفتوا الحاجات اللي بعتها موجهل مين الاستاذ محمد انور استادات لالتحاد البرلمان الدولي ما جاءس بعت لهم الجو في مصر حلو